جمعية العمومية تنعقد نصاب قانوني محدد لكل جمعية عمومية حسب النسبة العامة للنادي تعتمد لائحتها ثم تعتمد من اللجنة الإولمبية لتكون سارية الأهلي زي ما المهندس عادل أشار حب ياخد بالرقابة السابقة أنا ما أقدرش يستنى بمشروع وأعمل جمعية عمومية أولا هيبقى غير لائق للنادي الأهلي أنه جمعية العمومية تقر مشروع لائحة تروح لوزارة الشباب اللي دلوقتي بتنوب عنها اللجنة الإولمبية فاتغيرها أو تعترض على حاجة فيها غير لائق الصحة إيه؟ هذه العلاقة المحترمة أنصق تعالى بشكل محترم ومنصق قل لي قادي المشروع بتاعي أنا ما عنديش حاجة خاف عليها ده أنا حططها على المشاعل كل الناس ده أنا بعليش في الرأي العام ده حاجة لنفسه بالضبط حيقل من إيه؟ غير دي حاضر ده رئيس النادي نفسه هو أول واحد اهتم يحط بندة 8 سنين له لأنه كل الاقتراحات وكل الناس اللي قدمت رؤية أعضاء النادي انحازت الفكرة أنه ما بقاش فيه 8 سنين لا للرئيس ولا للعضاء لأنه ده حجر على إرادة الجماعة العمومية فأنت بصدد مجلس إدارة مش مخاب بحاجة ده سايب الأعضاء هم اللي بيصيغوا ده بيجيب كل الورش لكل الفئات عشان تحط دستورها بنفسها وبعد كده لما تنتهي إلى الصياغة العامة تتعلق في كل جوانب مقرات النادي عشان الناس تروح يوم 28 سبتمبر إن شاء الله تصوت على هذا المشروع وملما الأهلي يروح للجنة الأولمبية ويستقبل اللجنة الأولمبية يطلع الأستاذ متحد شال الكابت متحد شالبي في برنامجه يقول الأهلي لما بيعمل ده عايز اللي حت تعتمد وهي في الهوى يعني هو إحنا دلوقتي ضد العلاقات المحترمة ضد القانون ضد القانون يعني كان الأهلي يقابل هشام خطب عند برج القاهرة ويقعد معاه على جنب علشان يجتمع به الأهلي لما وفده يروح يزور مقر اللجنة الأولمبية ثم وفد اللجنة الأولمبية يزور النادي الأهلي في زيارة حدثت في التلاتينات مفهوم دي إيه يا أستاذ براهيم يقول لك إيه يعني النادي الأهلي دلوقتي راح للجنة الأولمبية هيعمل كل حاجة ولجنة الأولمبية قالت له كده أوكي وخد بالك فبقى كده أوكي يعني لما هتخلصها وتعتمدك كده يبقى أنت ويه هي في الهوى حتيجي معتمدة يعني هي مش ما كنتش أتصور أنها اعتراض قد ما هي يعني مبالغة في الحرص على أنها تبقى متوافقة تماما مع صحيح القانون وتعتمد 100% من لجنة الأولمبية ده الزملاء بيفكرون ده محضر الاجتماع لليجنة الأولمبية اللي اجتمعت في النادي الأهلي سنة 34 كان فيها مين كان فيها حيدر باشا كان فيها حيدر باشا رئيس الاتحاد الكرة ورئيس نادي الزمالك وقتها يعني عشان بس محدش يقولك إيه اللي ودهه من النادي الآلي بالضبط وفيها قيادات من النادي الآلي ومن كل الألعاب الرياضية أو الاتحادات الرياضية يا خوانا النادي الآلي من يومه معمول حاجة صح فالناس بتروح للصح إيه المشكلة